الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في الفيديو ده يا اخواننا نتكلم عن حجز الاراضي في منطقة سهاج الجديدة طبعا طريقة الحجز الامور سهلة وبسيطة جدا الناس كلها لازم تبقى عارفاها اولا تعالى نبدأ نشوف لان في ناس كتيرا جدا بدأت تحط على الانترنت يقول لك والله يحجز في المجاورة رقم كذا او القطع رقم كذا وفي ناس حتى ارقام غلط فانا حابب بس النهاردة ابدأ اشرح مجاورة رقم 23 لو انت بسيط على المخطط العام الخاص بمنطقة سهاج الجديدة هتلاقي تحت هنا مطار سهاج الدولي وساهم اكتب لك الى مطار سهاج وده اتجاه اسوان هنا في الغابة الشجرية وده اتجاه القهرة يبقى انا هنا ناحية المطار تحت انا هابدأ اوري لك فين المجاورة رقم 23 تلاحظ هنا دينا بنكبر اوه واحدة واحدة الخدمات الاقليمية اللي هي اللي في النص دي تمام وبعدين هابدأ اروح لمجاورة 23 اروح لمجاورة 23 مجاورة 23 هتلاقي هنا مكتوب مج مجاورة 23 خدمات طيب وفي مجموعة تمام او مجاورة 24 احنا خلينا في مجاورة 23 مجاورة 23 مجاورة 23 لو انت بصيت حوالين المجاورة كده الناس قاعدة تقول لك والله في ارقام مميزة والكلام ده كل اللي بيعملوه بيجي بص على المخطط هنا وبيبص على النواصي يعني هو بيجي مثلا هنا كانوا كتبيين رقم 49 مثلا 49 ده مكتوب خطأ هو المفروض 490 يعني انا بصيت على المجاورة هنا اهو رح تمكبر كده هتلاقي الناس بتختار ازاي ادي الترتيب بتاع القطع يعني بدايك لك مثلا من 482 483 484 85 86 87 88 89 90 طيب 482 دي هنا دي تعتبر ناصية اللي عليها اللون الاخضر تمام وهنا فيه عند 490 ناصية هو رحو اخذ 482 و 490 فوق طب تحت مشي هو طبعا حد 492 يبدأ من تحت هنا 491 492 يبقى انت تاخد انهي قطع هو بياخد القطع اللي على الاطراف اللي هي 400 يكتب معي 482 و 491 و 491 و 491 و 491 دول اللي اعتبر عندي ناصية لو انا خدت النحية اليمين من المجاورة المجاورة لو انا بسيت هتلاقي الصف اللي بعده في مجاورة في المجاورة 23 في صف بعده تمام وبعدين هتلاقي الصف اللي بعده يعني انت مثلا صف اللي بعده ده ادي المجاورة 23 تمام هتدخل ناحية الخدمات التانية اللي هي من الناحية التانية مين الاقرب لها اللي من ناحية التانية تمام ممكن تلاقي نفس الارقام في مجاورة 23 يعني هو هتلاقي صف من القطع اللي هو شفناه 490 ده و 482 واللي بعده مثلا متنات او 285 او بدء من 278 79 80 اللي هي القطع اللي احنا بنكبرها بياخد بياخد 278 و 286 على اساس ان هي على الناصية وهنا في 285 و 293 دي تعتبر في ممر هنا تمام الصف اللي بعده نفس القصة هتلاقي 230 و 242 وتحت هنا 241 و 253 ده ممر هتلاقي دخل الناحية التانية على خدمات برضو فيعتبر برضو ده مميز 220 و 29 و 212 و 211 فهي الفكرة الناس بتجمع بياخد رقم المجاورة والقطع المتاحة فيها بيجمع حوالين المجاورة فيه ناس بتقعد يقول لك انا جمعت المشعر في القطع ودرست وعملت هي القصة بسيطة هو فتح المخطط شاف انت تعرف قطرة الارض اللي انت تاخدها تبقى فين من مجمع الخدمات ده او مجاورة رقم 23 والجزء اللي في النص ده اللي مكتوب عليه ميم جيم 23 ده مجاورة 23 ده بيبقى خدمات اللي هي اللي في النص تمام ودي ارقام القطع بتاعة الاراضي في ناس بتحب انها تبقى جنب الخدمات في ناس بتبقى على الاطراف على الطريق تمام يعني هو هنا ده في طريق يعني هنا في عندك 392 382 في عندك 400 و 1 400 و 391 ده القطع مميزة فيه 419 فوق اهي 419 و 410 لو انت بصيت هنا بقى خمسمائة اتنين وستين خمسمائة تلاتة وستين خمسمائة اربعة وستين تمام دول مهمين جدا يعني خمسمائة دول خمسمائة اتنين وستين وتلاتة وستين واربعة وستين دول مهمين 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 ليه لانه هو موجود على نصية قطع مميزة تمام في حواليها اه ممرات وفي عندك ممكن تكون اماكن مزروعة او حدائق تكون موجودة عند القطع دي تمام ده الفيديو ده خاص بالمجاورة 23 طبعا ده في سهاج مدينة سهاج الجديدة المنطقة بتاعتنا الامتداد الجنوبي لمدينة سهاج جديدة يعني احنا في الامتداد الجنوبي الامتداد الجنوبي لمنطقة سهاج جديدة يبقى ده المخطط بتاع سهاج الجديدة وده الامتداد الجنوبي واشوفكم في فيديوهات تانية نتكلم عن مجاورات اخرى تمام بالتفصيل ونشوف قطع الاراضي تمام ممكن الناس تعمل سكرين شوت من الصفحة دي وتبقى عارفة مجاورة 23 وتكتب القطع وانا هحطو لكم بعض القطع المميزة كارقام ممكن الناس تستعين بيها تمام بحيث تحجز بسرعة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة